بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فبعدها أن الأمة الإسلامية تحتفل بأعيادها وأعيادها لا تكون عقبة أداء عبادة مهمة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للصائم فرحتان فرحت عنده عند الإفطار وفرحت عندما يلقى الله تعالى فالفرحة الأولى كل يوم هو يفرح ولكن بعد انتهاء هذا الشهر سيفرح في عيد الفطر ولذلك حرم الله سبحانه وتعالى الصوم فيه لأن مائدة الله مفتوحة في هذا اليوم فنختم شهرنا بعيد نحتفل به فرحا بأننا أنهينا شهر الصيام والعيد الأضحى أيضا لأن المسلمين يبعثون ممثلين لهم يوم عرفة في العصائد عرفة فالعيد يعقب الوقوف بعرفة ولذلك الإسلام جعل من السنن أن نهنئ بعضا البعض في مناسبة العيد ولذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك فإني لا يسعني إلا أن أتقدم بأحر التهاني للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ولا سيماء العراقيون بأحر التهاني والتبركات ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعله عيدا سعيدا على الأمة وأن يعقبه الأمن والاستقرار على الأمة الإسلامية في شتى أبقاء الأرض ودرج الله تعالى لنا ونهما الرحمة والقبول وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل الصحابي وسلم اشتركوا في القناة